فضل يا أستاذ ماجد ناك يا شيخ وليدي إذا حضرتك عاملين والله بخير حيا الحمد لله أخبرك يا رب دايما والله بخير حيا والله أنا عارف أنه مش وقته بس أنا عارف أنه مش وقته بس أنا والله محتاج أسأله لأنني أحاول كتير أن نوصح لحضرتك فما أصدق يعني ألاقي طريقة فضل يا رب شكرا فرضا دلوقتي أن السنة دلوقتي مثلا بقوا في وضع أحسن من اللي إحنا فيه دلوقتي نعم هيبقى وقتها إيه التصرف مع الشيعة يعني أنا شايف أنه خلاص هو يعني أنا شايف مش عارف ده برده صح ولا بأ يعني برده حالات ممكن تقولي ده أنه هو الشبهات بتاعتهم كلها تردت عليها والحاجات اللي هم بيقولها كلها مردت عليها طيب إيه اللي المفروض بيحصل بعد كده لا هو بص المسألة لو أنا لأهل السنة الجماعة مثلا افترضنا أن أهل السنة جماعة بأفضل من كده خلاص هيبقى لينا الإعلام أفضل من كده يعني هيبقى لينا إعلام أفضل من كده هنستطيع أن إحنا نتوغل بين الشيعة بإعلام السنة والله ما ياخدوا معنا دقائق يعني مش هقولك أيامه شهوره سنين والله ما ياخدوا معنا يعني تخيل أنت في كل منطقة كده لما يكون فيها حكم سني كل منطقة كده يبقى فيها ناس متخصصة في الرد على شباة الشيعة سداني مش هياخدوا حاجة أو يكبروا يعني مثلا أنا مثلا لو أحد حاكم مثلا مثلا لو أنا أحد حاكم وفيه واحد مثلا زي وليد زي رامي زي فلان زي علان مثلا زي أشرف غريب زي فراج الصهيبي زي فلان أو علان والكلام ده كله أنا هكبر علماء الشيعة بالأمر عقول لهم تعالوا أنت بتهربوا في ايه تفضلوا نظروا أمام الناس والمناظرة تكون مناظرة يعني مناظرة الشيخ بقى عثمان الخميس بقى والمشايخ بقى التيلة كمان تدخل في الموضوع مناظرة 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 علمية يعني معناها مناظرة علمية أنا أسألك سؤال تجاوب عليه وأنت أسألني سؤال أجاوب عليه مش للمناظرات اللي تحصل الآن لا والله بتبقى مناظرات علمية وبالأمر انت راح فين راح تستخب فين حجيبك لو في السرداب تعالى أنت مش معمم هاتو أطلعه عنك وأكبر معمم ويطلع أكبر واحد فاهم في موضوع الشيخ والتشيع ومزان زي الشيخ عثمان الخميس وغيره تعالى تفضل اقعد الناس عايزة تعرف الحق فين وتتبعوا ده غير غزو كمان ده غير غزو المناطق الشيعية غزو المناطق الشيعية بمشايخ على قدر كبير من العلم وفتح بقى يعني الأمور كتير جدا بفضل الله المشكلة شيخ واليد دلوقتي أن حتة زي دي مثلا يعني أنا أسمعك برضو كذا فيديو يعني في حد مصلا بيجي يقول لك تعالى عندنا ومش عارفه هم بيبقوا مجهزين لحاجة تانية ففكرة أن أحط شيخ من السنة لا لا لما تبقى مسألة دول أو تبقى دول يعني مشرفة على الموضوع ده غير أن احنا بنتكلم دلوقتي وعن أنا أود السنة في المناطق الشيعية إزاي اللما يكون لنا سريطرة عليها تمام طيب فهمتني يعني مثلا لو ده حصل وبرضو ما فيش نتيجة إلا المفروض لا أظن والله العظيم يعني بقى فيه نتائج ونتائج كمان رهيبة جدا يا أخي أنت بص أنا عايزة أسألك سؤال بص أنت يعني بص كام قناة سنية سيبك من اليوتيوب نتكلم عن قناة الفضائية كام قناة فضائية شيعية وكام قناة فضائية سنية بتتكلم في التشيع يعني فيه أكتر من حوالي 120 قناة شيعية تبس على الأخمار الصناعية تدعو للتشيع وما فيش قناة سنية واحدة ممكن القناوات اللي أنا عرفها قناة صافة أو قناة ستريبا وصال أفلت لسه قناة صافة موجودة هي قناة واحدة أو قناتين اللي هم موجهين ضد الشيع آلاف المعنمين بينزلوا على التيك توك واخذ لبالك بيدعو للتشيع وإحنا درواتي مسكين في بعض فالله مستعان أنا فاهم أنا فاهم بس يا فكرة فكرة أنه هم لغاية دلوقتي لما حد بيلوم تعالى منظر فعلا بجد كلهم بي يهربوا بيهربوا وهو عايز ينأي بس طالما الشيعي بنأي اللي قدامه اعرف اللي قدامه ده ضعيف طالما الشيعي اللي بنأيه طالما الشيعي هو اللي بنأيه ويختاره هو الموضوع اعرف أن اللي قدامه ضعيف طيب مطلوب مني نحن اي يا شيخي المطلوب مني نحن اي المطلوب نبقى احنا لنا كثافة اكتر من كده كثافة ان احنا ما يبقاش وليد بس او الشيخ عثمان خميس بس او رامي بس او اشرف غريب بس احنا عنزين لو احنا فيه عشرين داعي يبقى فيه مئات الدعاء مئات الدعاء يبقى على علم تمام طب لو حد عايز يبدأ في حاجة سيدي يبدأ من مين يعني تنصحني مثلا اروح مثلا انا اقرفين او كده والله انصحك ان انت تسمع القنوات الحوارية وفيه برنامج اسم البلتوك برضو مش عارف دلوقات يشغال واللي مش شغال الله اعلم ده فيه غرف للشيعة والسنة ادخل اسمع اسمع كتير لان مش هتلاقي مش هتلاقي كتاب يجمع اللي احنا فيه ولا هتلاقي اكاديمية تجمع اللي احنا فيه انا هقول لحضرتك انا انا من مش من بلتوك بقى لا بعد بلتوك ظهر حاجة اسم اقلب هاوس فهو بقى له حوالي 4 سنين فاحنا عليهم من زمان يعني لا المسكنة انه مفيش لا البلتوك عليه غرف غرف زي مثلا برنامج بدا بس كنسميها غرف الظبط الغرف دي بتتكلم في شيعة والسنة فانت تتعلم فيها انا فاهم انا فاهم انا فاهم اقلب هاوس نفس الموضوع كده بيبقى غرف برضو فيه ناس بتتكلم وفيه ناس بتاحت بتسمع وكل حاجة يعني ودي حاجة مشهورة يعني وفيه برضو عليه كل حاجة يعني فيه ناس من السنة وفيه ناس من الشيعة لا انا بتكلم التخصص يعني مثلا غرف في البلتوك جمعة كام مشرف متخصصين يعني تلاقي فيها عشرة مشرفين ولا عشرين مشرف متخصصين فقط في موضوع الشيعة لكن البرامج التانية واخدني بقى لك وبيطلع واحد يتكلم من هنا واحد يقول فكرته من هنا ويناقش من هنا وكلام ده كده لكن ده متخصصين لو حضرك تعرف مثلا فيه هناك الشيخ شريف عبادي وفيه هناك البشموندس علاء مش فاكر واسمه بصراحة علاء ايه بالضبط مش فاكر وفيه الشيخ شاكر يعني فيه ناس كده والله انا يعني يمكن انت يعني ممكن انت تكون مطلع على البرنامج اكتر مني لكن انا بصراحة ما اطلعتش عليه فما اقدرش احكم فيه يعني ما اقدرش احكم فيه لكن اللي انا مطلع عليه كان يعني كنا دايما نكتب في المنتديات وندخل زي المنتدى الدفاع عن السنة وكنا دايما في غرف البالتوك وكنا دايما يعني بيندافع في المنتديات بالليل يعني بندخل اي واحد كاتب مثلا موضوع على حاجة بندخل نرد عليه وكان المنهج بتاعنا يعني الحاجة اللي كنا دايما بناخدها وكان اي حد عنده او اي حاجة كان بينزلها على موقع فصل النور للغائبة ده موقع ممتاز جدا وفيه شبهات كلها والردود عليها كلها فانا انت عايز تتعلم من الناس اللي موجودة على الارض دلوقتي يعني ممكن تدخل برنامج وليدي تسمعين شوية تدخل برنامج اشرف غريب شوية تدخل برنامج رامي عيسى شوية تسمع كيفية الرد على الشبهة واخد لي بقى لك وتاخد خبرة وبعد كده انطلق يا سيدي